مساء الخير اليوم راح اعمل معاكو حلة حلة من ايام الطفولة وهو مبرومة جوز الهن وراح اعمل بمكونات اقتصادية بدون بيض مجفف بدون جليكوز وراح اعملوا طريقة سهلة وبسيطة اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي ولا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير اذا اعجبكم الفيديو في البداية راح اجهز الجليكوز في البيت بحتاج الى 2 كوب من السكر بضيف عليهم 3-4 كوب من الماء البارد استخدمت الاكواب المعيارية برفحهم على النار تكون متوسطة بقلب السكر تقليبة بسيطة بهذا الشكل بدون ما وصل السكر الى حواف الكسرولة وحتى ما ينحرق ويتغير طعم الجليكوز بس يعمل فقاعات في جوانب الكسرولة بضيف ملعقة من عصير الليمون بهدي النار على الاخر وباستمر في طبخ الجليكوز لمدة ربع ساعة الى تلت ساعة حتى يوصل الى الدرجة المطلوبة باختبر الجليكوز باخد منه معلقة صغيرة بحطها في ماء بارد شايفين كيف الجليكوز لسه سائل باستمر في الطبخ برجع باخد ملعقة صغيرة بحطها في ماء بارد بامسكها باطراف اصابعي شايفين كيف متماسكة بس لسه فيها شوية طراوة برجع باستمر في طبخ السكر وهي المرة الثالثة باخد ملعقة صغيرة وبضيفها في ماء بارد ولازم يكون الماء بارد بامسكها باطراف اصابعي شايفين كيف الجليكوز تماسك وتجمع مع بعض وعمل زي الكرة الصغيرة الكرة بتكون لينة لو ضغط عليها باطراف اصابعي بتفرد وهي الدرجة المطلوبة في سوى السكر واذا متوفر ميزان حرارة بضعه في السكر حتى اوصل الى درجة 115 بكون هيك الجليكوز جاهز برفعه على النار وبسيبه على جنب بجهز الخطوة التانية بضيف بياض بيضة واحدة وبضيف عليها رشة من الفانيلا البودرة بخفقهم بالمضرب الكهربائي وباستمر في الخفق وبضيف ملعقتين من السكر الحبيبات وباستمر في الخفق حتى احصل على كريمة متماسكة ولازم توصل لهاي الدرجة من التماسك وتكون عاملة زي منقار الديك بضيف الجليكوز بالتدريج بهذا الشكل ولازم يكون ساخن لازم يكون الجليكوز ساخن حتى يعقم بياض البيض ويكتل اي ميكروبات وجراثيم في بياض البيض وباستمر في الخفق حتى احصل على كريمة متماسكة ويتحول لونها الى اللون الابيض بهذا الشكل خفقتها لمدة سبع دقائق الخطوة الثالثة هي اضافة جوز الهند عندي ثلاثة اكواب من جوز الهند بضيفها بالتدريج وبضيف ملعقة من الزبدة بقلب جوز الهند والزبدة في الكريمة بدي احكي ملاحظة راح اتعامل مع الجوز الهند نفس ما بتعامل مع الاطحين الجوز الهند انواع في منها اللي بيكونناش في كتير وفي منها الطري فراح اضيفها بالتدريج برجع بضيف شوية من جوز الهند وبعجنها بايدي حتى تحول الى عجينة طرية ولينا باستمر في العجن حتى تتماسك اكتر استخدمت جوز الهند الخشن شوي بتقدر تستخدم الجوز الهند المتوسط بس ما كان متوفر عندي برجع بضيف شوية من جوز الهند وبعجنهم مع بعض وحتى نتأكد ان العجينة مزبوطة باخد قطعة من جوز الهند وببرمها بايدي اذا برمت بدون ما تتقطع بتكون هيك جاهزة عندي قطر مطبوخ استخدمت كاسة من السكر ونس كاسة من الماء رفعتهم على الغاز مع عصير الليمون بسيبو يبرد تماما بضيف عليه ملعقة من الصبغة استخدمت اللون الزهري بتقدر تستخدمو اي لون بتحبوه بخلط الصبغة مع القطر بهذا الشكل ولتشكيل قطع جوز الهند باخد قطعة وببرمها باصابعي بهذا الشكل وبهذا السمك بغلف قطعة جوز الهند بالقطر اللي ملون وباستخدم الفرشاء في تغطية الفراغات وبرجع بحطها في جوز الهند وبغلفها وهيك حل جوز الهند صار جاهز برجع باخد قطعة تانية وببرمها بايدي شايفين كيف؟ بدون ما استخدم طاولة وبحاول ارتب شكلها بغلفها بالقطر اللي ملون بغطي الفراغات باستخدام الفرشاء وبعدين بغلفها بجوز الهند بعمل كل الكمية بنفس الطريقة شايفين كيف أصابع جوز الهند روعة بقطع رولات جوز الهند بهذا الطول وبحطها في صحن التقديم شايفين كيف بتمنى تجربوا الوصفة وتحكولوا رأيكم في التعليقات طرية ولينة وفي نفس الوقت متماسكة وطعمها أكتر من رائع بتمنى تكون وصفة عجبتكم لليوم وشكرا كيل لحسن المتابعة بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصحتين وعافية